اشتركوا في القناة اولا كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم وتقبل الله مننا ومنكم صالح الاعمال ويرب تكونوا بالف خير وبصحة وعافية دايما باذن الله النهاردة اصدقائي بكل اختصار هنتكلم عن الخطوات الاساسية اللي لازم تعملها بعد الفورمات او بعد تثبيت ويندوز جديدة والخطوات اللي انا هعرضها عليك في الفيديو خطوات انا بعملها بعد ما بعمل اي ويندوز جديد عندي ببساطة علشان تخلي الويندوز عندك سلس في الاستخدام يعني على سبيل المثال بعض التعليقات او معظم التعليقات اللي بتجينا على الفيديوهات بتاع التحسين وتسريع زيادة الاف بي اس في الغالب كله بيقول ان عندي الويندوز بطيء الويندوز بيجطع عندي الالعاب لما باجي اشغلها بيكون فيها لاجئ جامد جدا فطبعا زي ما انا قلتلك شيء اساسي اني لازم يكون عندك الويندوز اللي انت هتبدأ تشغل عليه كل البرامج بتاعتك وكل الالعاب وكل الشغل بتاعك لازم يكون هو سلس الاول يعني الويندوز يكون عندك بطيء فبالتالي انت عايز تخلي الالعاب سلسة مستحيل جدا فانت لازم النظام اللي انت شغل عليه في الاول يكون نظام سريع وسلس ومحسن انت طبعا هتبدأ تحمل النظام بتاعك من خلال الموقع الرسمي من خلال موقع مايكروسوفت ما تحملش المعدل خالص ولكن بالخطوات اللي احنا هنعملها هتقدر تخلي النظام بتاعك سلس جدا لو انت عايز تعرف ازاي تثبت الويندوز او تحرق الويندوز على فلاشة علشان تبدأ تثبته على الجهاز اللي عندك هتلاقي في الفيديو السابق اللي انا اتكلمت عنه ازاي تحمل الويندوز وتثبته فطبعا شوف الفيديو السابق علشان تفهم اكتر الخطوات اللي احنا هنبدأ نعملها النهاردة او هنبدأ نطبقها النهاردة كل اللي عليك انك انت تتابع معي الفيديو من البداية لحد الاخر علشان تستفاد واي اداء او اي برنامج هيكون الروابط موجودة اسفل الفيديو في الوصف عشان حضرتك تبدأ تستخدمها مش عايز اطول عليكم في المقدمة اكتر من كده ويالو نبدأ على بركة الله ده الويندوز بتاعنا اللي احنا هنبدأ نشتغل عليه اصدقائي ببساطة بعد ما نعمل ليه تثبيت ويتثبت معنا والامور تمام اول خطوة بنعملها انك بتيجي على الويندوز هنا اللي هو الستارت وبتيجي على الستنج هنا ببساطة بعد كده بتيجي على الويندوز ابديت متحدث ي انك انت قمت الآن على شيك اوروب ديتس To do ها في تحدثات سمتحة للويندوز اللي عندك ولا لا ويفضل ان تكون العلامة دي اللي هي العلامة اللي باللون الاخضر للشكل دي موجودة طيب هندlatedقوط هنا علشان نشوفة تحدثات الويندوز والا لا مهم جدا لو فيها اي تحدثات حضرتك لازم تثبتها علشان الويندوز يبقى عندك سلد عاقdin ان التحدثات دي هي اللي هتبطأ عندي النظام بتاعي لا بالعكس انت لازم تحدث التحدثات لاخر اصدار زي ما انتو شايفين انا ضغطت على وملقيش اي تحدثات بالفعل انا ثبتت كل التحدثات بتاعت الويندوز طيب ده اول خطوة تاني خطوة في نفس المكان هنروح على حاجة اسمها كل اللي عليك يا صديقي ان الخيار ده هتبدأ تعطله بعد ما هو كان شغال هتبدأ تعطله ببساطة بعد كده بتقطع على الهوم هنا وبتيجي هنا على الاب كل اللي عليك هنا في بعض التطبيقات اللي هي خاصة بمايكروسوفت هنبدأ نعمل ليها ازالة مش محتاجينها اول حاجة انت بتيجي هنا في السيرش وبتكتب سكايت بتكتب حرف الاس زائد حرف الك هيظهر معك سكايت بيه الشكل ده وانا بتضغط على انستول وانستول ده اول تطبيق هنبدأ نلغي تذبيته من الويندوز مش محتاجينه يعني او مش مش هنحتاجه فاي حاجة تاني تطبيق هنبدأ نلغي تذبيته اللي هو الوان درايف بتبحس هنا بتلاقي طبعا الوان درايف عندك بيه الشكل ده هتضغط على انستول وانستول عشان تبدأ تلغي تذبيت الوان درايف اللي هو موجود في الويندوز يعني مش هتحتاجه فاي شي هو مجرد تخزين سحابي للملفات فانو حضرتك هتستخدمه اوكي ما فيش اي مشكلة ولكن انا بنصح حضرتك انك انت تبدأ تعمل ليه الغاء لانه طبعا هيبطق الجهاز بتاعك بشكل كبير جدا الخطوة اللي حد هنا تمام الخطوة اللي بعد كده انك انت برضو في نفس التطبيقات هنا بتدور على بعض التطبيقات اللي انت ممكن تعمل ليها ازالة في بعض الالعاب مثلا زي اللعبة دي بالشكل ده كل اللي عليك انك بتعمل ليها انستول بتبدأ تلغيها هنا عندك سبوتفاي ميوزيك برضو بتبدأ تعمله انستول بالشكل ده كل التطبيقات دي ملهاش اي قيمة هنا طبعا عندك الاكس بوكس لايف كل اللي عليك انك تيجي على الان انستول عشان تبدأ تلغي التثبيت بتاعه هنا عندك الاكس بوكس الكنسول برضو بتبدأ تعمله الغاء تثبيت وهنا عندك الوذر اللي هو خاص بالاخبار بتاعة التقس او الاخبار الجوية برضو بتبدأ تعمله الغاء تثبيت بالشكل ده كل الحاجات دي انت بتبدأ تلغي التثبيت بتاعها مش هنحتاجها في اي حاجة عندك الميكس برضو بتبدأ تعمله عشان تبدأ تلغي التذبيته وان نوت برضو بتبدأ تلغي التذبيت بتاعه بشكل ده كل حاجات دي مش هنحتاجها وفي برضو بعض التطبيقات التانية اللي احنا هنشوفها دلوقت عشان نبدأ نلغي التذبيت بتاعها يعني اي تطبيقات زي كده بتلغيها هنا مثلا 見بال هلب بشكل ده كل اللي عليك برضو انك انت بتبدأ تعمل ليها الغاء تثبيت دي التطبيقات اللي احنا عملنا لها إلغاء تثبيت واللي انا شايف أصلا ما لهاش أي قيمة في وجودها في الويندوز تمام لحد هنا كل اللي عليك انك بتيجا على الهوم برضو مرة تانية وهنا كل اللي عليك انك بتيجا على البرايفسي أو الخصوصية هنا كل اللي عليك يا صديقي انك انت بتنزل بالأسفل بتلاقي في حاجة اسمها باججراوند قاب اللي هي التطبيقات اللي بتشتغل في الخلفية طبعا كله اون بي الشكل ده انت كل اللي عليك انك هتعمل لده كله اوف هتوقفوا بالخطوات دي مش من الزر اللي فوق لا انا عايزك توقفهم خطوة بخطوة او تطبيق تطبيق بنفس الخطوات اللي احنا بنعملها لانها هتفرق جدا بعد ما توقفوا كلهم كده بتطلع فوقه بتلغي الزر الاساسي لغلق التطبيقات دي لحد هنا وتمام طيب كل الحاجات دي حضرتك بتبدأ تعملها بعد كده بعد ما تطبق يعني الخطوات دي وتبدأ توجفها بنفس الطريقة دي كل اللي عليك دلوقتي انك انت بتيجي هتلاقي فيه زر كده مشمس ومش عارفي بتيجي عليك لكي مين وبتيجي هنا على النيوز اللي هي الاخبار وبتخليه تيرن اوف عشان تبدأ توقفه بي الشكل ده هتلاقي فيه زر اسمه بي بول برضو بتيجي عليك لكي مين كل اللي عليك انك الشو بي بول هتبدأ تعلم عليه عشان تبدأ تخفيه هتلاقي برضو فيه زر كده الميت اللي هو بتاع الاجتماعات يعني كليك مين وضغط على هايد علشان تبدأ تخفيه برضو السيرش هنبدأ نضغط كليك مين بتيجي علي السيرش هنا كل اللي عليك انك هتضغط على هيدن عشان يختفي معك زر السيرش ده كله مش هنحتاجه في اي شيء تمام لحد هنا طيب الخطوة اللي بعد كده انك انك انت بتيجي علي listen please click on it وبتيجي على properties بي الشكل دة بعد كده بتيجي علي advanced system settings وهنا كل اللي عليك انك بتغطي على setting ببساطة وبتيجي هنا على الزر اللي هو او الخيار اللي جاب diferença بتعلم هنا على الخيار ده وبتعلم هنا تمام وهنا بتعلم على الزر ده وبتعلم على الزر ده يعني الاربع خيارات دولة هما اللي انت بتحدد عليهم وبطعط على up list بي شكل دا وبنت عندك خيارين هنا وخيارين هنا وبتعطي على اوكي وبتعطي على اوكي تمام لحد هنا والامور زي الفل الخيار اللي بعد كده صديقي مهم جدا انك انت بتعطي على رمز الويندوز زائد حرف الار من الكيبورد وبعد كده بتكتب الامر ده اللي هو المس كونفينج بالشكل ده وبتعطي على اوكي تمام لحد هنا بعد كده صديقي بتنتظر لحد ما يصهر ليك الوجهة دي بتيجي على السيرفس بي الشكل ده وهنا بتعطي على hide all microsoft surface عشان تبدأ يعني تخفي الخدمات بتاعة microsoft الاساسية وبعد كده هيظهر ليك مجموعة خدمات بي الشكل ده حضرتك بتعطي على disabled all بعد ما تعطي على disabled all بتعطي على apply وبتعطي على اوكي هنا طبعا هيطلب منك انك انت تعمل restart انا طبعا مش هقدر اعمل restart دلوقتي علشان خاطر التصوير فبالتالي انا ممكن اعمل restart في وقت تاني ببساطة دي الخطوة مهمة جدا لازم تعملها كل الخطوات اللي انا وضحتها لحضرتك خطوات مهمة واساسية لازم حضرتك تبدأ تطبقها لان الخطوات هتفرق بشكل كبير جدا في اداء الجهاز بتاعك الخطوة اللي بعد كده هي خاصة باعدادات الطاقة هكون سيب لك في كود خاص باعدادات الطاقة بالشكل ده كل اللي عليك انك هتنسخ الكود ده طبعا هتبدأ تحمله من الوصف عشان تبدأ تستخدمه هتنسخ الكود ده بتاع الطاقة وما عليك غير انك انت بتيجي على start وتكتب cmd بالشكل ده يجي كليك يمين وي run as administrator وبتعطي على yes طبعا لما بتدخل على cmd كمسؤول بتعمل لصق لي الكود اللي انت عملت ليه نسخ وبتقعط على enter بعد ما تقعط على enter هيظهر ليك خيار اسمه ultimate performance بالشكل ده طيب اقفل هنا وتعالى على زر الطاقة كليك يمين والpower options بالشكل ده وهنا كل اللي عليك انك هتقعط على show plan علشان تبدأ تظهر اعدادات الطاقة الاضافية هتلاقي في خيار هنا اللي هو ultimate performance كل اللي عليك انك هتحدد على ultimate performance بالشكل ده ويتفعل عليه بالشكل ده تمام الخيار ده بتحدده بالشكل ده وخلاص انت كده هتبدأ تختار اعلى وافضل واقصى اداء للطاقة بحيس ان الكرت بتاعك او المعالج بتاعك يشتغل بافضل اداء ممكن تمام لحد هنا دلوقتي كل اللي عليك صديقي انك انت هتدخل على موقع من rar كل اللي عليك انك هتكتب ورار او هسيب لك رابط الورار في التطبيقات اللي احنا هنبدأ نستخدمها طبعا هتبدأ تحمل الورار علشان الورار ده او برنامج فاكت ضغط عشان نقدر نستخدم الادوات اللي احنا هنبدأ نستخدمها هنا كل اللي عليك انك هتغط على download عشان تحمل الورار هنا اضغط على download ورار وهنا ابدأ اختار الاصدار بتاعي هيبدأ يحمل معايا هنبدأ نسبت برنامج الورار بالشكل ده هنلغط على install وطبعا هنبدأ نعلم على الايزو والجي اي ار بالشكل ده ونقاط على اوكي ونقاط على done تمام الخطوات لحد هنا تمام سبتنا برنامج الورار علشان نبدأ نستخدم الادوات اللي احنا هنبدأ نستخدمها طيب دي الادوات اللي احنا هنبدأ نستخدمها ببساطة احنا طبعا استخدمنا الاداء المثالي للمعالج دلوقتي كل اللي عليك انك هتيجا على surface manager هتقاط هنا عليه يعني عشان تبدأ تسبت البرنامج او الاداء بتيجا على الاداء دي بيه الشكل ده double click طبعا الاداء دي فيه كده اه حاجة هتحملها من خلال الانترنت فمهم جدا ان يكون عندك الانترنت هنا بتغطي على اوكي هنا لما يظهر لك الخيار ده يس ولا نقاط على نق بيه الشكل ده هنا بنقاط على next وهنا نقاط على i accept وهنا next 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 وهنا create icon على سطح المكتب نقاط على next and install كل اللي عليك انك بتنتظر هنا كل اللي عليك انك بتغطي على finish وهنا تغطي على finish وهنا تغطي هنا بتغطي على yes هنا طبعا اول ما تيجي تشغل الاداء مهم جدا انك هنا تغطي على download and install يعني تغطي على download and install عشان يبدأ يحمل الملفات اللي انت من خلالها تقدر تشغل الاداء دي طيب خلي الاداء دي تحمل وندخل على اداة تانية icon خلصت طبعا هي عمل clean icono على سطح المكتب اهو وهنستنى لحد طبعا ما يكمل التحميل بتاعها خلينا ندخل على الادوات اللي بعدها الاداء اللي بعدها الاداء اللي بعدها اسم اسمها windows memory cleaner يعني هو خاصة باداء وتحسين اداء الرمات فانت كل اللي عليك انك بتيجي على الاداء دي عشان تبدأ تثبتها بتغطي عليها double click بتغطي على isbi الشكل ده الاداء دي ممتازة جدا حرفيا من الادوات اللي بصراحة مش هتقدر تستغنى عنها ابدا هتحسن معاك الاداء بشكل كبير جدا دي شكل الاداء ببساطة فهنا صديق كل اللي عليك انك بتحدد على كل الاختيارات مع عداء الخيار اللي جاب للاخير الخيار اللي جاب للاخير ما تحددش عليه هنا كل اللي عليك انك بتغطي على clean up memory بالشكل ده طبعا هيبدأ يحسن لك اداء الرمات وهيبدأ يتخلص من الكاشات بتاعة الويندوز تمام الخطوة دي مهمة جدا او الاداء دي مهمة جدا الخطوة اللي بعد كده اصدقائنا احنا بنيجي على ال 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 برضو هتلاقي الروابط موجودة اسفل الفيديو في الوصف ابتيجى على الديريكت ايكس بتضعط عليه دابل كليك عشان تبدأ تثبته عندك على الويندوز لانه مهم جدا ان حضرتك تثبت الديريكت ايكس لان الديريكت ايكس هو بيساعد بشكل كبير جدا في تشغيل الالعاب علشان ما تظهر لكش اي مشاكل خاصة بالدي ال ال يعني اكبر مشكلة بتواجه العديد من الاصدقاء هي مشكلة الديريكت ايكس اللي هي الدي ال ال تمام ملفات صغيرة بحجم الكيلو بايت ولكن اساسية ومهمة عشان تبدأ تثبت الديريكت ايكس بتلغط عليه دابل كليك عشان تبدأ تظهر لك الواجهة دي وبتغط على نيكست بيشكل ده اي اكسبت ونيكست وهنا ييس بتحلم هنا على ييس وهنا بتغطي على نيكست نيكست وهنا كل اللي عليك انك بتغطي على نيكست برضو وهنا كل اللي عليك صديقة انك انت بتنتظر لحد ما يخلص تثبيت الديريكت ايكس ندخل على البرنامج اللي بعده او الاداء اللي بعدها واللي هي السي بلس بلس السي بلس بلس حضرتك برضو بتبدأ تثبتها بتبدأ تضغط عليها دابل كليك عشان تبدأ تثبت السي بلس بلس برضو لا يقل اهمية عن الديريكت اكس او عن اللي هي الحزمة الخاصة بتحسين او حزمة المساعدة لتحسين اداء الالعاب طيب بتغط عليها ايس عشان تبدأ تثبت الحزمة بتاعت السي بلس 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 بتغط عليها دابل كليك طبعا هتظهر معاك بيش الشكل ده ما عليه غير انك بتغط علي الزر ده وهنا بتغط هنا وكل اللي عليك انك بتنتظر لحد ما يخلص تثبيت للحزمة دي بعد كده عندك اللي عليك ان تبدأ تغط علي حزمة اللي عليك ان تبدأ يعني تستخدم الحزمة دي لان الحزمة دي مهمة جدا برضو في تحسين اداء الالعاب وتشغيل الالعاب بشكل كويس بحيث ان ما يظهرش عندك اي اخطاء نهائي عندي تشغيل الالعاب كل الحزم اللي انا ثبتتها جدامك في الفيديو وكل الخطوات اللي احنا عملناها خطوات مهمة جدا لازم تعملها طيب دي الحزمة كلها وهنا طبعا فيها كل الادوات اللي انت شايفينها دي ببساطة انت كل اللي عليك انك هتضغط على انستول هتضغط على انستول وهتنتظر الحزمة دي لحد ما تخلص تثبيت بالكامل بعد ما ثبتنا الحزمة اصدقائي وعملنا رستارت لي الجهاز بتاعنا رجعنا مرة تانية ببساطة عشان نبدأ نستخدم الاداة بتاعتنا اللي هي السيرفيس مانيجر طيب هنبدأ نضغط على الاداة بتاعتنا السيرفيس مانيجر ببساطة يعني ابسط من البساطة حضرتك عندك تلات اوضاع عندك وعندك 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 اللي هو اقصى تحسين حضرتك بتيجى على الماكسيمم اوبتوميزيشن وبتعطينا على اوبتوميز بي الشكل ده وهنا كل اللي عليك انك هتضغط على ابلاي اشينجز بي الشكل ده عشان يبدأ يطبق كل الاعدادات دي كل الخدمات دي اصدقائي في ثواني اتوقفت يعني انت كده وقفت كل الخدمات دي وكده الاداة بتاع الجهاز بتاعك هيب افضل بشكل كبير جدا بتيجى على شريط المهام كليكي مين ويتيجى على التاسكي مانجر هنا بتعطي على مور ديتيلز وبتيجى على الستارتوب اي حاجة في الستارتوب هنا كل اللي عليك انك بتعطي عليها كليكي مين وتعمل لها دي سيبولد بي الشكل ده بتبدأ تاخد خيار خيار بي الشكل ده وتعمل ليهم دي سيبولد يعني الحالة كانت اينيبولد مفاعل حضرتك بتبدأ تعمل ليهم دي سيبولد بي الشكل ده دي الخطوات الصديق الاساسية اللي حضرتك بتعملها في خطوة مهمة جدا وهي خاصة بكارت الشاشة فحضرتك طبعا بتبدأ تدخل على الموقع الرسمي لكارت الشاشة اللي عندك موقع نيفيديا لو في حالة عندك كارت شاشة نيفيديا موقع AMD في حالة عندك كارت شاشة AMD وبتبدأ تسبت التعريف من خلال الموقع الرسمي دي الخطوات الأساسية اللي حضرتك بتعملها وإن شاء الله هيكون فيه جزء تاني عن الخطوات الأساسية طبعا عشان الفيديو ما يطولش أكتر من كده الأدوات اللي احنا استخدمناها هسيب لك الروابط بتاعتها موجودة أسفل الفيديو في الوصف والخطوات اللي أنا وضحتها لحضرتك لازم تبدأ تطبقها بنفس الخطوات اللي أنا عملتها تمام يا صديقي؟ شكرا لكم أصدقاء على المشاهدة وفي النهاية أتمنى أن يكون الفيديو نال إعجابكم في النهاية أصدقائي ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات وانتظروا في الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة